في تراجم أولياء هذه الأمة وكبراء هذه الأمة حمد بن أبي سليمان الكوفي قال كان حمد ذا دنيا متسعة كان يفطر في شهر رمضان في كل يوم خمسمائة إنسان حلو حلو يا كله إذا صرت زنجيل يعني شو يعني خمسمائة إنسان ضرب إذا الوجبة بديش مئة ألف فرأة سوري ضرب خمسمائة خمسين مليون أي موشي فضلة خيرك حلو حلو لا إذا واحد معه مصاري كتير يا سيدنا شو عليه إذا قل اليوم خمسين مليون هكذا وهكذا وهكذا شو بني عمل لا أكل أكل كتير وشرب كتير ولبس كتير وسافر كتير وركب سيارات كتير ثم ماذا المال قيمته عندما تنفقه أما طول محطة بجيبتك أو بالمصارف ما له قيمة مغلق عليه حسابات أرصد رقمية بس لما تنفقه نياله اللي بيقدر كل يوم يطعمي خمسمائة وبيطعمي ألف علما أيها الإخوة أن هناك إخوة أنا أعلم أشخاصا هكذا يفعلون ومو هلأ بواحد رمضان من شهر عاجزين مطاعم مشان يجيبولون الوجبات أنه كل يوم بده خمسمائة وجبة كل يوم بده ألف وجبة كل يوم بده مئة وجبة هلأ أنتوا أنتوا الآن يذهبوا في بعض المطاعم بتروح بتقول له أنا بدي وجبة بكرة بدي عشر وجبات بيقول لك والله ما بحزر محجوز محجوز ثلاثين يوم برمضان كان حماد ذا دنيا متسعة وكان يفطر في شهر رمضان خمسمائة إنسان وكان يعطيهم في آخر يوم من رمضان لكل واحد مئة درهم حلوة كمان يكشي ثلاثة أربع ملايين بالآخير عن الصلط ابن بستام عن أبيه قال كان حماد ابن أبي سليمان يزورني هذا اللي كان يفطر خمسمائة واحد قال كان يزورني فيقيم عندي سائر النهر فإذا أراد أن ينصرف قال لي انظر الذي تحت الوسادة فمرهم ينتفعون به بس يطلع هيك عم بيسلم عليه يكون صار قبل المغرب مثلا بربع ساعة ونص ساعة بدو يمشي يسلم عليه قال له للأهل في تحت المخدة شغلة شوف هو ينتفع بما في تحت الوسادة قال فأذهبوا فأجدوا الدراهم الكثيرة لما يودع يفوت يفرع المخدة هيك يلاقي كوش الدراهم إن شاء الله يجي لعنكم وإن شاء الله أنتوا كمان تروحوا لعند حدا وتحطوه وتحت المخدة حلو إذا الإنسان الله أكرمه ووسع عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان كان كالريح المرسلة فتعالوا نري الله تعالى من أنفسنا خيرا خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه اللي عم يطلع عشوه ونحن بدنا نتنافس أنا أبدأ يسبعك وأنت أبدأ يسبعني أنت بدك تسبيع هذا الأخ وأبدأ يسبعك ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه فأروا الله من أنفسكم خيرا فنحن نسأل الله عز وجل أن يرانا حيث أمرنا وأن يرانا في أحبي الأعمال إليه وأن يجعلنا في هذا الشهر من خير من صامه وقامه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر